بطاقة الاعتمان اللي عملة الثورة بمجال الخدمات البنكية وسهلت علينا الحياة بس بالمقابل اللي ممكن تتعرض لسرقات واحتيال بتضل سرقة بطاقة الاعتمان هو النوع الاكثر انتشارا لسرقة البيانات الشخصية حول العالم بناء على تقرير لجنة التجارة الفيدرالية لعام 2020 واللي بتمثل 41.8% من عمليات سرقة الهوية أو البيانات الشخصية في عام 2019 فهل تخيلت انه معلوماتك الشخصية من اسمك ورقم الضمان الاجتماعي وتاريخ الميلاد وارقام الحساب الكامل والبيانات الشخصية الاخرى ممكن تنباع مقابل بين 5 دولار ل 110 دولار طبعا اللي بحدد سعر البطاقة كاشاتك اللي بالبطاقة وهل تعلم انه بالربع الاول من عام 2020 تم تسجيل 45120 محاولة احتيال في بطاقة الاعتمام بس ان كانت اول مرة بتشوفنا ما تنسى تشترك وتشارك معنا في يلا اقتصاد وتضغط لايك لنوصل لعدل اكبر من المهتمين فخلونا نحكي اليوم عن الاحتيال الاعتمامي ننطلق السلام عليكم انا احمد عزام وهذه قناتي يلا اقتصاد كل سنة كنا نشوف عمليات سرقة لبطاقة الاعتمام اكتر وضحايا اكتر فتم الابلاغ عن ما مجموعة 271 823 حالة في عام 2019 في امريكا بس بشكل واضح اكبر من عام 2018 ب 157 715 بينما في عام 2017 كانت 133 1096 اما في عام 2016 فكان 124 الف حالة وخمسمية واربعة عشر وعام 2015 كان فيه 7492 حالة مسجلة ارتفاع واضح كل سنة لتكون الولايات المتحدة الامريكية رقم واحد في احتيال بطاقات الاعتمام حول العالم البنك الاحتياط الفيدرالي في اتلانتا بقدر انه اكتر من 75% من المستهلكين في الولايات المتحدة الامريكية عندهم بطاقة اعتمام واحدة على الاقل وخسائر احتيال البطاقة في الولايات المتحدة الامريكية بيوصل الى اكتر بشوي من 10 سنتات مقابل كل 100 دولار انفاق عن طريق البطاقة دليل واضح على وجود عمليات احتيال منظمة ومنهجة التقديرات وانه بنهاية عام 2020 كانت الولايات المتحدة الامريكية بتحصل خسائر بقيمة 11 مليار دولار بسبب سرقة بطاقات الاعتمام الغالبية العظمى منها كان عن طريق الانترنت فليش صعب ايقاف الاحتيال في بطاقات الاعتمان في الولايات المتحدة الامريكية خلونا نعرف انه الاحتيال في بطاقة الاعتمان بيحدث باحد الطريقتين بوجود البطاقة card present او بدون وجود البطاقة card not present للسنوات كان عمليات الاحتيال بوجود البطاقة هو النوع الاكتر شيوعا لعمليات الاحتيال على البطاقات سابقا لانه الوضع يتغير فكان المحتال بيقدم بطاقات مسروقة او مزورة عشان يعمل عمليات الشراء واللي بيطلب صنع بطاقة مشابهة وشريحة فهي عملية معقدة وصعبة بينما بالوقت الحالي مع التطور اللي لازم ندفع ضريبته فمعظم عمليات الاحتيال في بطاقات الاعتمان في الوقت الحاضر بتتم بعدم وجود البطاقة واللي بيعتبر اكتر انتشار حول العالم بنسبة 81% فعادة بتم عبر الانترنت او عبر التليفون واللي ما بيلزم تقديم البطاقة الفعلية واللي بتعتبر اسهل اللي ما بيلزم الا عمل هوية مزيف وسرقة رقم بطاقة الاعتمان وبتباشر عملية الاحتيال مثل عمليات الاحتيال الكبيرة اللي صارت في عام 2017 اللي سموها ايكوفاكس اللي تم سرقة 200 الف بطاقة فيها واللي زاد الطيم باللي ان المجرمين بزداد وذكاء مع مرور الوقت والتقنيات العالية حواليهم بتوفر لهم الامن اكتر واكتر فشبكات الداركويب ومنصات العملات اللي مشفرة اللي اعطت المجرمين الطريقة المثالية للاختفاء وصعوب التتبعهم طبعا فبنيتهم التحتية صارت امنة اكتر بالحديث عن المحتالين التقارير ذكرت ان المجرمين في الولايات المتحدة الامريكية بالتحديد لعام 2019 منهم 75.1 ذكور متوسط عمر 34 سنة وذكرت التقارير كمان ان 38.7% كانوا من اصحاب البشر السمراء و 31.7% من اصل لاتيني بينما 24.2% من اصحاب البشر البيضاء و 5.3% مشكلين بينما في السنوات الاخيرة شهدت الشركات زيادة هائلة في ما يعرف بالاحتيال الودي او الـ Friendly Fraud هذا الاحتيال اللي برتكبوا المستهلكين بسبب خطأ نظرا لسهولة عمليات الشراء على الانترنت فبيكبز زر بدون ما يكون عارف فمثلا الشراء من شركات مثل جوجل ابل اي تيونز حصلت على 80% من الاحتيال الودي اللي بتم عمليات الشراء بدون معرفة صحب البطاقة بالخطأ عن طريق الضغط على زر الشراء او عن طريق اطفالهم هو بكبس بالموبايل والاب بيكون نايم فوفقا لتقرير نيلسون الاخير تخيل انه خسائر احتيال بطاقة الدفع وصلت الى ما يقارب 28 مليار دولار في جميع انحاء العالم في عام 2018 الولايات المتحدة الامريكية وحدها فيها اكتر من تلت المجموع من الخسارة العالمية حوالي 9.5 مليار دولار اللي بحط امريكا اكتر دول العالم عرضة للاحتيال على البطاقات اللي واضح بسبب انه امريكا دولة غنية وانه شعبها بميل للشراء السهل عن طريق الانترنت بدون حماية نفسه التكلف الاقتصادية للاحتيال على البطاقة بتجاوز بكتير التكلفة القانونية للبضائع المشترام فغالبا بتنفق الشركات الملايين لحماية نفسها من الاحتيال عن طريق شراء برمجيات معينة للحماية توظيف خبراء امل لمراقبة المعاملات فالاحتيال هو نوع من سباق التسلح بس مهما كانت التكنولوجيا اللي بتم تنفيذها فالمحتالين بيكونوا اشطر ويبتكروا طرق تهكير بالنهاية لاكتشاف حالبديل هلأ لما يتم تحديد او الابلاغ عن عملية احتيال بطاقة فنوع الاحتيال بحدد الالتزام المسؤول عن رد المبالغ المدفوعة فلما يتم التحايل باظهار بطاقة عادة ما يكون على البنك بتحمل المدفوعات اما لو تم الاحتيال انلاين بدون اظهار بطاقة طبعا فغالبا التاجر او صاحب البطاقة رح يكون المسؤول فممكن تتخيل لو كانت الشركة الصغيرة اللي ما رح تكون بتقدر تتحمل مثل هيك خسارة فبتروح طوعا برأس صاحب البطاقة وبتقول المصادر انه غالبا تتراوح رسوم رد المبالغ المدفوعة من 20 دولار ل100 دولار لكل معاملة بالاضافة طبعا لتكلفة المنتج او الخدمة لذلك بالنسبة للشركات الكبيرة ممكن يستوعبوا يتحملوا هيك خسارة حتى لو كانت على مضض وخلونا نقول انه في عدد من اللوائح المصمم لحماية المستهلكين من حوادث الاحتيال على بطاقة الاعتمان فبيسمح قانون Fair Credit Billing Act للمستهلكين بالاعتراض على اي رسوم في بياناتهم اما قانون Electric Fund Transfer Act وقانون Truth in Lending تم تصميمهم كمان لحماية المستهلكين من الرسوم الاحتيالية واخطاء الفواتير المحتملة فوفقا لقانون الفواتير الاعتمانية العادلة فانت مش مسؤول ماليا عن الرسوم الغير مصرح فيها اللي بتتجاوز 50 دولار طالما انك بتعترض وبتشتكي عليها في غضون 60 يوم من تاريخ السلام الفاتورة بس الخبراء بقولوا ان الاحتيال الاعتماني بمثل مشكلة صعبة حلها لسببين المشكلة الاولى هي ان سرقات بطاقات الاعتمام ما بتم الابلاغ عنها غالبا فبتروح بدون عقاب فالشركات الصغيرة ما بتبلغ عنها لانها نادرا بتنجح في القبض على المجرم اما الشركات الكبرى كمان ما بتبلغ لانها بتخاف على سمعتها وانه تخسر عملائها فكتير من عمليات الاحتيال على البطاقات بتمر بدون ما يلاحظها صاحب البطاقة قبل ما يمرها البنك تلقائيا ولو تم التمرير يبقى نعيما لانه صعب الوصول لنتيجة بعدهم زي ما ذكر كتير من الضحايا المشكلة التانية هي البنوك والشركات الكبرى اللي بتصدر بطاقات الاعتمانية ما عنده من نية للقضاء على عمليات الاحتيال اصلا فشركات مثل فيزا وماستر كارد بتحصل على كتير من الاموال من المعاملات الالكترونية كرسوم تحويل والرسوم اللي رح يدفعها التجار بسبب عمليات الاحتيال فالاحتيال بزيد ارباحه من نهائية فالمسؤولين اللي بقدروا يحلوا المشكلة ما بدهم يحلوا المشكلة لانه هذا بيعتبر دخل اضافي لهم بس ردا على هاي الادعاءات قالت ماستر كارد ان الشركات بتستثمر في التقنيات والعمليات والخبرة للوقاية والكشف والحل للتهديدات المحتملة من الاحتيال بينما شركة فيزا على ذمتها قالت انها بتركز على الحفاظ على نزاهة شبكة الدفع من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وانه التجار والبنوك ما بيتحملوا الا بس رسوم من الاحتيال اذا ما تم منع الاحتيال اصلا بس مع هيك المشكلة بتزداد سوء اكتر واكتر فحسب تقرير نيلسون انه خسائر الاحتيال في البطاقات يمكن انه يتزايد اكتر ب40 مليار دولار على مستوى العالم بحلول عام 2027 فيروس كورونا لعب دور اساسي في النمو الهائل لنشاط الاحتيال على البطاقات مش بس عشانهم الشباب قاعدين بالبيت وما عندهم اشي فمع كل انكماش اقتصادي فانه عدد الهجمات بيزداد بصير اكتر نجاح واكيد خلال العامين او الثلاث الجايات اتوقع زيادة الارقام بطريقة كبيرة جدا فارتفعت قيمة المعاملات الاحتيالية بالدولار بنسبة 35% في ابريل 2020 في خضم الوباء العالمي طبعا وفقا لشركة فيديلتي ناشنال انفورميشن سيرفيسز وهي شركة للكشف عن الاحتيال المصرفي اكيد معظم الشركات بتحاول تدور على حلول تقنية لحل مشكلة الاحتيال الاعتماني مثل تطوير شريحة البطاقم بينما فرضت بعض الدول الاوروبية نظام متعدد المصادقة يعرف باسم حماية الثلاثية الابعاد 3D Authentication اللي اظهر نتائج واعدة بس المصيبة اللي بدور على كبسة زر بس بدون ما يغلب حاله ما رح يعتمد على هذا السيستم طبعا فلازم يكون في تثقيف للمستهلكين من البنوك مش بس عملية ترويج لميزات البطاقة والتعاون بين التجار والمتسوقين للوصول لدرجة امان باستخدام البطاقات فوعي المستهلك باستخدام التكنولوجيا مهم اولا واخرا تفقد حساب البنك وعمليات الحاصلة عليها كل اسبوع مرة مهم كمان ويكون عندك باسورد خاص بالبطاقة شي لازم تتبعه بدون ادنى شك وتأكد من استخدام بطاقة الايتمان الخاصة فقط على مواقع الويب الموثوقة والامنة وابدا ما تجرب تفتح روابط على رسائل البريد الايكتروني او الاس ام اس اللي بتجيك من تجار التجزئة اللي بيقدموا عروض ترويجية فالافضل تنتقل مباشر لموقع الشركة وابل ادخال معلومات حساب بطاقتك الايتمانية لاجراء عمليات الشراء اكد من عنوان الويب في شريط المتصفح فلازم يبدأ بـ HTTPS وانه يكون جنبه افل رمادي وكمان اتجنب التسويق من نقاط اتصال الواي فاي العامة لانه معلوماتك يمكن انه ينتزعها شخص اخر على الشبكة وربنا ينبعد عنكم ولاد الحرام ختاما ان عجبتكم الحلقة ما تنسوا الاشتراك في يلا اقتصاد ومشاركة رأيكم والضغط على زر الاعجاب لنوصل لعدد اكبر في امان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته